أكد وكيل مجلس الشيوخ المستشار بها الدين أبو شقة أن دولنا العربية نجحت في القضاء على الإرهاب وتطرف وأوضح وكيل مجلس الشيوخ خلال كلمته بالمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أن هذا النجاح تحقق بفضل الأدوار المنوطة بالجهات المعنية بدولنا ووفق الدور النموذجي الذي طلعت به المجالس والبرلمانات العربية في سن القوانين والتشريعات لمناهضة تلك الجرائم النكراء وكذلك الدور الرائد لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي في المنظومة القانونية العربية وفي مقدمتها اتفاقية مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة